أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في سورة النازعات بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا هذه في مطلع هذه السورة خمسة أمور وهي صفات الملائكة عليهم الصلاة والسلام فأقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال لأن هذه من أعظم آيات الله تعالى فالواو هنا واو القسم والمقسم به هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام يعني أقسم بالنازعات أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح بني آدم من أجسادهم أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح بني آدم من أجسادهم كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء توفته رسلنا وهم لا يفريطون حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفريطون وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وقال إن الذين توفاهم الملائكة والظاهر والله أعلم أن ملك الموت له أعوان من الملائكة يعينونه على هذا الأمر بقدرة الله تعالى والنازعات غرقا أي نزعا بشدة وعنف وهذا بالنسبة لأرواح الكفار هذا بالنسبة لأرواح الكفار كما جاء في حديث البراء بن عازب وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منهم مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول والعياذ بالله هذا يروح الكافر تتفرق في جسده ولهذا قال والنازعات غرقا والنازعات غرقا وحذف مفعول النزع والناشطات نشطة حذف مفعول النزع والنشط هنا لأنه لو ذكر ما تنزع وتنشط لأوهم التقيد به وأن القسم على نفس الفعل الصادر من هؤلاء الفاعلين فكان نفس النزع هو المقصود لا عين المنزوع كما قال ابن القيم رحمه الله يعني المقصود النزع نفسه المقصود نفس النزع لا عين المنزوع والنازعات غرقا إغراقا في النزع حيث إن الملائكة عليهم الصلاة والسلام ينتزعون الروح من أقاص الجسد من أقاص الجسد من العروق ومن جميع أجزاء الجسد ثم إن حتى المؤمن يعاني شدة من الموت لأن هذه الروح جلست مدة طويلة في هذا البدن وأليفته فتكون مفارقتها لهذا البدن فيها شيء من الصعوبة لمكان أليفته ولهذا يعاني المؤمن سكرات الموت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن للموت لسكرات اللهم يعاني على سكرات الموت وكان يدخل يده عليه الصلاة والسلام في علبة فيها ماء ثم يمسح يده يمسح وجهه بيده ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات اللهم يعاني على سكرات الموت والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً أيضاً الملائكة تنشط أرواح المؤمنين لكن تسلها برفق تسلها برفق ولين وسهولة ويسر وسرعة تخرج روح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقة كما جاء في حديث البراء بن عازب اللي سبقت الإشارة إليه وهو في مسند الإمام أحمد والسابحات سبحة أيضاً الملائكة تسبح في الهواء صاعدة ونازلة بأمر الله تبارك وتعالى فهي تسبح في الهواء بأمر الله عز وجل وتسرع أيضاً بأمر الله كما يسرع السابح في الماء تسرع بأمر الله تسرع بأمر الله إذا أمر بشيء فإن الملائكة عليهم الصلاة والسلام هم كما قال الله تبارك وتعالى عنهم يسبحون الليلة قال عز وجل عنهم وهم بأمر لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهم بأمره يعملون فهم يسارعون لأمر الله يسبقون به الشياطين لألا تسترق السمع ولهذا قال فالسابقات سبقاً ألف هنا عاطفة يعني الملائكة تسبق وتسرع إلى فعل ما أمرت به ولا تبطي ولا تتأخر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسرعون بهذا الأمر لألا تتلقف الشياطين هذا الأمر فالمدبرات أمراً أيضاً الملائكة تدبروا ما أمر الله جل جلاله بتدبيره من أمور الخلق فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وميكايل موكل بإسرافين موكل بالنفخ في الصور وميكايل موكل بالقطر وهكذا إذن أقسم الله تعالى عز وجل بالملائكة في أوصافها الخمسة ما هي أوصافها الخمسة؟ نزعها لأرواح الكفار ونشطها لأرواح المؤمنين وأيضاً كونها تسبح بالهواء وتسرع بأمر الله عز وجل وتسبق إلى فعل ما أمرت به وتدبر ما أمره الله تعالى بتدبيره وفي هذا تعظيم لعمل الملائكة عليهم الصلاة والسلام وتعظيم لله عز وجل ولهذا الله سبحانه وتعالى أقسم ولا يقسم إلا بالعظيم من مخلوقاته لأن هذه أعمال عظيمة التي تقوم بها الملائكة عليهم الصلاة والسلام وحُذِف جواب القسم لتعظيمه وتفخيمه وتهويله فيكون تقديره والله لتبعثن وعلى هذا يدل قوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قال ابن القيم وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق وهو البعث المستلزم لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبوت القرآن أو أنه من القسم الذي أريد به التنبيه على الدلالة والعبرة بالمقسم به دون أن يراد مقسما عليه بعينه وهذا يتضمن الجواب المقسم عليه وإن لم يذكر لفظا ثم قال يوم ترجف الراجفة والراجفة هي النفخة الأولى في الصور نفخة الصعق التي يموت جميع الخلائق نفخة الصعق كما قال الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله تتبعها الرادفة تتبعها النفخة الثانية في الصور التي ترادفها لبعث الناس من قبورهم وقيامهم لرب العالمين عز وجل كم بين النفختين أربعون عاما كما سبق في الحديث في سورة النبأ أربعون أربعون عاما فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس أذكر الله أذكر الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه قلوب يومئذ واجفة قال ابن عباس خائفة قلوبه يومئذ واجفة فهي قلقة خائفة مضطربة منزعجة أبصارها خاشعة أي أبصارها ذليلة حقيرة لأنها تشاهد أهوال القيامة وتترقب العذاب والنكال كما قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وأضاف الأبصار إلى القلوب لأن القلوب هي لب الأبدان عليها مدار صلاح البدن وفساد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يقولون أي هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث يقولون أئنا يستفهمون استفهام إنكار واستبعاد وتعجب واستغراب أئنا لمردودون في الحافرة أي أئنا لمعادون ومرجوعون في الحافرة أي في الحياة بعد الموت أي أئنا لمبعوثون بعد الموت فهؤلاء المشركون مشركوا قريش ومن قال بقولهم وأنكر البعث والمعاد يستبعدون وقوع البعث كيف نصير بعد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة القبور يعني أو بعدما تمزقت أجسادهم وتفرقت عظامهم تفتتت عظامهم كيف يكون هذا أئذا أئذا كنا عظاما نخرة يعني بالية قالوا تلك إذن كرة خاسرة قال قالوا لئن أحيان الله بعد أن نموت إذن لن نخسر يعني هم الآن يشهدون على أنفسهم بماذا بالخسران يشهدون على أنفسهم بالخسران لأنهم سيبعثون حتما لا شك في هذا لكنهم قالوا هذا الكلام على سبيل الاستبعاد استبعاد قال الله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم الساهرة يعني إنما هي أمر من الله عز وجل أمر واحد يأمر إسرافيل فينفق في الصور نفخة واحدة لنفخة البعث فيقوم الناس من قبورهم رب العالمين وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وقال ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وقال ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا فإنما هي زجرة واحدة نفخ واحدة فإذا هم بالساهرة والساهرة هي وجه الأرض الساهرة هي وجه الأرض وظاهرها فهذه النفخة الواحدة جعلتهم كلهم يكونون على وجه الأرض فالساهرة فالساهرة هي الأرض قال الله تعالى بعد ذلك ملفتا نظر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومخبرا له هل أتاك حديث موسى فهنا خبر من الله تعالى عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام فإن الله بعثه إلى فرعون وأيده بالمعجزات ومر بنا هذا في التفسير كثيرا في آيات متعددة ومع هذا استمر فرعون على كفري وطغيانه حتى أخذه الله وأخذ عزيز مقتدر وفي هذا الخطاب هل أتاك فيه تشويق للمخاطب والسامع لماذا ليتأمل في قصة موسى عليه السلام إذ ناداه ربه إذ ناداه ربه ناداه نداءا سمعه موسى عليه السلام كلمه الله بلا واسطة كما قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقال وكلم الله موسى تكليما بالوادي بالوادي الوادي مجرى السيل معروف المقدس المطهر اسمه طواء اسم للوادي الذي نادى الله تعالى فيه موسى عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه فيه اذهب إلى فرعون إنه طغى أرسله الله إلى فرعون لأن فرعون طغى وتجاوز الحد في الكفر حتى قال للناس أنا ربكم الأعلى وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فقل هل لك إلى أن تزكى قل له هل لك استفهام هنا تشويق وتعبير اللطيف لأن الله قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى هل لك هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك تتزكى يتزكى من ماذا يعني يتطهر من ماذا من الشرك والكفر بالتوحيد والإيمان واتباع الرسول موسى عليه الصلاة والسلام وأهديك أدلك وأرشدك إلى ربك خالقك وما قال إلى ربي قال إلى ربك أنت يا فرعون لبيان أن فرعون مخلوق مربوب فتخشى تخاف من الله سبحانه وتعالى تخاف عقوبة الله فأخرج الكلام مخرج العرض ولم يخرجه مخرج الأمر وهذا من باب التلطف في الخطاب وتليين الكلام وهكذا ينبغي على كل من دعا إلى الله أن يحرص على الخطاب الليّن ولهذا قال بعض الدعاة لأحد الخلفاء قال إني قائل لك كلاما غليظا فلا تجد علي فيه قال لا لا تقول لي فأنت لست أفضل من موسى وأنا لست شر من فرعون ومع ذلك قال الله لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى يقول ما أقبل تقول لي الكلام الغليظ قال الله فأراه الآية الكبرى يعني أرى موسى عليه الصلاة والسلام فرعون وأظهر له العلامة الكبرى والحجة العظمى الدالة على صدق ما جاء به موسى ما هذه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى العصى نعم ألقى العصى فانقلب حية بأمر الله عز وجل وإذنه ثم أمسكها فعادت كما قال الله فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى وقد يراد بالآية الكبرى جنس الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام كما قال تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى جحد فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى لم يكتفي بالتكذيب والعصيان بل أدبر وتولى يسعى ليرد الخلق عن عبادة الحق جل جلاله قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بالسحرك يا موسى فلا نأتي أنك بالسحر مثله وقال إني لا أظنك يا موسى مسحورا وجمع السحرة ليبطل الحق فرد الله كيده إلى نحله حشر فنادى جمع قومه وجمع وقال أنا ربكم الأعلى ادعى أنه هو رب الناس فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أخذه الله جل وعلا وعاقبه عقوبة عظيمة عاقبه عقوبة الآخرة في النار وعقوبة الأولى اللي هي الدنيا بماذا بالغرق فصار نكالا وعبرة فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا كما قال تعالى وقال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وقال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب ثم قال تبارك وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بعدما ذكر الله جل وعلا خبر موسى لما أرسله إلى فرعون وأنه كذب وعصى وأن الله عاقبه قال أأنتم أشد خلقا استفهام هنا للتوبيخ والتقريع والخطاب لعامة الناس وأول من يدخل في الخطاب هم أي نعم مشرك قريش أأنتم أشد خلقا وكل من أنكر البعث أم السماء بناها لأن أمر السماء أعظم في كيفية خلقها واتساعها وعظمتها كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وقالوا السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقال فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم رفع سمكها فسواها أي رفع سقفها وجرمها وبناءها وجعلها سقف المخلوقات كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظ وقال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وقال والسماء ذات الحبك وقال ما ترى في خلق وقال الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من التفاوت وأغطش ليلها أي وأظلم ليلها وجعله أسود حالكا وأغطش ليلها أي أظلم ليلها وجعله أسود حالكا وأخرج ضحاها أي وأظهر نهارها وأناره وجعله مشرقا مضيئا كما قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فمن أعظم نعم الله عز وجل جعل الليل مظلما ليسكن الناس فيه وينامون ويستريحون بعد عناء النهار وجعل النهار مشرقا منيرا مضيئا ليتصرف الناس فيه ويطربون معايشهم ويمشون في أمورهم وحاجاتهم ولهذا من عكس السنة الربانية انعكست حاله وسأت أموره انظر لأحوال بعض الناس في بعض المناسبات كرمضان مثلا حينما يقلب بعض الناس الليل إلى نهار والنهار إلى ليل كيف تتعكر حياة كثيرا منهم تتنكد أمورهم فمخالفة الفطرة مخالفة الفطرة هذا يضر بالإنسان ولهذا قال الأطباء والحكمة إن ساعة واحدة من نوم الليل أفضل من عدد من الساعات من نوم النهار وأن هناك في الجسم بأمر الله فيه خلايا سبحان الله ما تسكن إلا بظلام الليل أي ربما لكن هذا لا يكفي وبنينا فوقكم سبعا شدادا قال الله وأغطش ليلة وأخرج رحاء والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها بعد ماذا والأرض بعد ذلك دحاها هذه نعم أحسنت الأرض هذا يرجع إلى خلق السماء وإلى بناء السماء وتسوية السماء هذا وقع قبل دحو الأرض فخلق الله عز وجل الأرض أولا ثم خلق السماء ثانيا ثم دح الأرض وهذا فصلته آية فصلت كما قال تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها الضمير عد على الأرض وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استواء إلى السماء ويدخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين وأوحى في كل سماء أمرها وبهذا جمع ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف بين الآيات في هذا الأمر وقولوا دحاها فسر بما بعده فسر الدح بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها يعني أخرج منها الماء والمرعا وأرساها بالجبال وأودع فيها ما أودع من الخيرات والمعاد وأبسطها وهيئها لعباده والجبال أرساها ثبتها في أماكنها لألا تميد بأهلها كما قال تعالى وجعلنا في الأرض رواسيا أن تميد بهم لماذا كل هذا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم وقول متاعا مفعول لأجله والمتاع ما يتمتع به في الحياة وفي السفر ثم ينتي ولا شك أن الدنيا كلها كل الحياة كلها كلها متاع كلها سفر وقوله دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ليتمتع العباد ففي هذه الآيات الكريمة الاستدلال على قدرة الخالق عز وجل على بعث الناس بعد موتهم استدل الله بماذا بخلق بخلق السماء والأرض والجبال وبالليل والنهار وإخراج الماء والنبات ثم قال تعالى بعد هذا بيّن ما يحصل في يوم القيامة قال فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى وهي يوم القيامة سميت بذلك لأنها تطم وتزيد على كل أمر هائل مفضع كما قال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر أمرها عظيم طامة فهي تطم وتزيد على كل أمر كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم يتذكر الإنسان أي يوم مجيئها يتذكر الإنسان ما سعى يتذكر سعيه أو يتذكر الذي سعاه إما أن تكون ما موصول وإما أن تكون إما موصولها أو مصدرية نعم حسنت يتذكر الإنسان سعيه وما قدمه من خير أو شر يقرأ كتابه يقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسين وبرزة وبرزة الجحيم لمن يرى وظهرت النار سميت ذلك لعظمها ولشدة توقدها وحرها وظلمتها وبعد قعرها قال الله برزة الجحيم لمن يرى لكل من يشاهد وينظر فيراها الناس بأعينهم قال تعالى ثم لترونها عين اليقين ليس الخبر كالمعاينة قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام من سبعون ألف ملك يجرونها وجيء يومئذ بجهنم هنا برزة الجحيم لمن يرى ينقسم الناس إلى قسمين فأما من طغى تجاوز حدود الله في التكذيب والكفر والتمرد والعتو والعناد فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا قدم هذه الحياة الدنيا الفانية قدمها على الآخرة فإن الجحيم هي المأوى أي فإن مصيره إلى الجحيم وإن طعامه من الزقوم وشرابه من الحميم والعياذ بالله فإن الجحيم هي المأوى الذي يأوي إليه ويرجع إليه وينتهي ويصير إليه كما قال تعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم وقال تعالى مأواكم النار هي هي مولاكم وبئس المصير ولهذا جاء في الدعاء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وأما القسم الثاني قال وأما من خاف مقام ربه خاف قيامه غد بين يدي الله واستعد لذلك اليوم العظيم استعد لذلك المقام وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم خاف من نظر الله إليه واطلاعه عليه فراقبه يخافون ربهم من فوقهم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى لديه يغيب ونهى النفس عن الهوى نهى النفس أي النفوس وقد مر معنا ثلاثة أنواع من النفوس مر بنا النفس المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء وهنا قال ونهى النفس نعم أحسنت نهى النفس الأمارة بالسوء عن الهوى نهاها عن اتباع ما تشتهي من الشهوات المحرمة والشبهات الجمها بلجام التقوى صبر قليلا ليتنعم طويل ما ضره ما صبر حبس نفسه عن الشهوات اتق الله في سمعه وبصره وقيامه وقعوده وأكله وشربه فحمد غب هذه التقوى نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الجنة دار المتقين دار المؤمنين منقلبهم مصيرهم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان يسألونك عن الساعة أيان مرساها الخطاب هنا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يسألك الناس كما قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فهم يسألون عن يوم القيامة يسألون عن الساعة متى تقوم متى تكون أيان مرساها متى وقوعها ومجيئها ومنهم من يسأل سؤال استبعاد واستعجال وهم المشركون للبعث ومن أهل الإيمان من يسأل سؤال اشتياق وتصديق كما قال الرجل يا رسول الله متى الساعة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أعددت لها قال يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولكني أحب الله ورسوله فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت أو قال المرء مع من أحب كما في الصحيحين فيما أنت من ذكراها أي ليس عندك علم بها ولا فائدة من معرفتها أنت استعد ليوم القيامة استعد للساعة ولا يهمك متى تقوم ولم تخلق لتعلم متى تقوم أنت خلقت لتعبد الله عز وجل حتى يأتيك اليقين فإذا جاءتك الساعة فإنك تكون حينئذ مستعدة فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها أي إلى ربك وحده جل وعلا منتها علم الساعة وفي هذا دليل على تكذيب الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يروّجها بعض الناس أن الساعة وأن القيامة ستقوم سنة كذا وكذا والأسف الشديد أن تنطوي على بعض المسلمين وربما يقول بعض الناس إنه رأى في المنام شخص وأن يقول أن الساعة ستقوم في الوقت الفلاني بعد مئة سنة بعد مئتين كل هذا أكذب لا يصحي لأن الله جل وعلا حجب علم الساعة عن كل أحد قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم الخبير وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ هذه الآية فكل حديث أو أثر أو خبر يحدد لك أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني المحدد عام كذا وكذا فأعلم أنه كذب لا يصح لكنها لها علامات لها أشراط صحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك وحده منتها علمها متى وقوعها كيف تقع قال تعالى قل إنما علمها عند ربي لا يجلئها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتها ولهذا لما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني أنا وأنت في علمها سواء كلنا لا نعلم إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر مخوف ومحذر من يخشاها ويخافها وما فيها من العذاب والنكال لكن الشخص الذي لا يخشاها لا يستفيد كما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون كأنهم يوم يرونها يوم يرون القيامة بأهوالها والشدائدها لم يلبثوا يعني في الحياة الدنيا إلا عشية والعشية هي آخر النهار من الظهر إلى غروب الشمس والضحى أول النهار من طلوع الشمس إلى منتصف النهار وقد تحمل العشية على الليل كله والضحى على النهار كله كما قال تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وقال والضحى والليل إذا سجى فما أقصر الدنيا بالنسبة للآخرة كما قال تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ولهذا لو تسأل الشخص الذي بلغ مئة سنة أو تسعين سنة تقول ماذا تذكر من الحياة قال كانها ساعات كانها لحظات كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إذا قاموا من قبولهم لرب العالمين المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحا من يوم عشية أو ضحاها أو ضحا ذلك اليوم ولهذا قال قتاده وقت الدنيا في أعين القوم حين عائن الآخرة صارت كأن هذه الفترة عشية أو ضحاها وبهذا ختمت السورة الكريمة وفيها بيان ختامها فيه بيان أن الله جل وعلا هو المنفرد بعلم الساعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة وإنما هو عليه الصلاة والسلام منذر ومحذر منها وفيه قصر عمر الدنيا بالنسبة للآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع فلينظر بما يرجع يعني أنها مدة الحياة الدنيا كلها قصيرة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر